النهاردة كان فيه سقوط مرة أخرى للمنتخب بعد الهزيمة من أثيوبيا النهاردة رغم أن المباراة كانت ودية ما بين المنتخب المصري مع كوريا الجنوبية إلا أن نتيجة ما كانتش مرضية على كافة المستويات كان فيه تضارب من بعد النتيجة اللي حصلت دي أربعة واحد يعني نتيجة مخزئة مش من المفترض أن يكون الأداء كده ولا يكون السقوط بالشكل ده طبعا حصلت أقويل كتيرة جدا بعد المباراة النهاردة وكان فيه تضارب زي ما قلنا حوالين مصير المدير الفني للمنتخب الحالي كابتن إيهاب جلال كابتن إيهاب جلال أعلن أنه في أجازة لمدة أسبوع في أمريكا الموقع كلها بتتكلم وبتقول كده لكن فيه مواقف متبينة حوالين الكابتن واستمراره في هذا المكان فيه اللي شايف أن مشواره مع المنتخب انتهى خلاص ومن المفترض يخرج برا هذه الدائرة وفيه اللي شايف أنه لسه ما أخدش الفرصة بتاعته وليه نضغط قوي في الوقت ده فيه اجتماع جاري بين مجلس إدارة الاتحاد حاليا علشان ياخدوا قرارات مناسبة هيعملوا إيه؟ في الوقت نفسه وزير الشباب والرياضة قرر أنه يستدعي مجلس إدارة اتحاد الكرة علشان يفهم إيه أسباب إخفاق الكابتن إيهاب جلال وأسباب هذا الأداء السيء والسقطات اللي بتحصل مع المنتخب إحنا في انتظار لتنين في انتظار ما ستصفر عنه الاجتماع الحالي وحيخرجه بنتيجة شكلها إيه وإيه هو مصير الكابتن إيهاب وفي انتظار كمان نتيجة الاجتماع اللي هيعمله السيد وزير الرياضة مع الاتحاد الاتنين مهمين جدا مش بس علشان الكرة بالنسبة للمصريين يعني شيء متعلق بحياتهم اليومية وبيحبوه في دمهم لكن كمان علشان منتخبنا أقوى من كده بكتير وأعظم من كده بكتير والناس زهقت من اللي بيحصل في إدارة المنظومة الكروية والرياضية في مصر ولازم يبقى فيه قرار بات قاطع علشان الأمور دي كلها تتوضح ونبتدي ناخد خطوات بقى باللي يلق بينا إحنا كمصر وكمنتخب مصر طيب نروح لعناوين الأخبار ونرجع نبتدي معاكم هنا قصصنا الإخبارية في حديث القاهرة للنهاردة